والكلام كما ذكرنا آنفا حول بعض النصايح بالنسبة لطلب العلم ولطالب العلم لأن أجمع طلب العلم قال الله تعالى فيه وقل رب بزدني علما الله سبحانه وتعالى ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام في الآية من سورة طاها ما قال له وقل رب بزدني قوة في جسدي ولا قال له وقل رب بزدني مالا ولا قال له وقل رب بزدني أبناء أو بنات أو عرضا من عرض الدنيا الزائل وإنما قال وقل رب بزدني علما أشكي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى قال في هذه الآية بيان لفضل العلم لأن أجمع رب العز والجلال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزاد من طلب العلم وبسؤال الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لهذا الأمر والإنسان جماع لمن ادعلم الله برفعه شكي رب العز والجلال قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والإنسان لمن ادعلم بزداد خشية من الله سبحانه وتعالى ولله شكي رب العز والجلال قال إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى قال مسروق رحمه الله من أئمة التابعين قال بحسب المر بحسب يعني يكفي بحسب المر من العلم أن يخشى الله يكفي أن الزول بيخشى عند علم يكفي أن الإنسان عند علم أنه يخشى الله سبحانه وتعالى وبحسبه من الجهل أن يعجب بعلمه أو عمله أي زول في الدنيا دي رجل ولا مرأة تقول له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل الحق ذا في الغالب فيه خير وأي زول تلقاه مغرور بنفسه وبعلمه وبعمله ذا دليل على أنه جاهل ما عرف الله وما قدر الله حق قدره لذلك يا جماعة المسائل دي الناس تقف معه والزول لما ندعلم ويبلغ العلم للناس يؤجر الأجر العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له قال ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين قال أما الولد فيموت وقبل ذلك الصدقة قد تفنى صدقة الجارية قد تفنى قال ويبقى العلم هذا يتبنت لك مستوصف صدقة جارية مستوصف الناس بيجيب على الجوم فيه المرضى بيجي يوم بيصلط عليه وزول وقد بيعوا وقد يعمل فيه وشياء وقد يوقفوا في الصدقة الجارية قد تنتهي وقد تلد لك ولدا وهذا الولد يكبر ويدعو لك بالخير ويأتيك خير دعائه لأن الله يقبل الدعاء سبحانه وتعالى بعد فتر الولد دا يموت الباب دا إذ قفل لكن العلم لما تعلموا للناس وتموت والناس انشروا والعلم دا انتشر انت تؤجر عليه فدل ببقى جماع دل بفضل لذلك الإنسان يتعلم العلم والإنسان إذا تعلم العلم فإن هذا من أعظم أسباب دخول الجنة جاء في صيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَوْ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ إِدْتَلَى مَنْ تَسْلُكْ لِكْ طَرِيقًا وهذا الطريق تسلكه في طلب العلم ومن أجل طلب العلم تمشي المحاضرات والدروس العلمية تمشي اللقاءات العلمية المنهية تنزل التسجيلات المفيدة تسمع تسجيلات العلماء وهكذا قال لك من أعظم أسباب دخول الجنة ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فالناس أجمع تحرص كل الحرص على طلب العلم وهو أفضل ما يملأ به العبد وقته أفضل شي تملأ به وقتك ليطلب العلم النافع والعمل بهذا العلم وتبليغ هذا العلم للناس ولذلك سئل الإمام أحمد أيهما أفضل طلب العلم أم الصلاة والجهاد ذكروا له بعض العبادات المستحبة مش الصلاة الفريضة الصلاة النافلة فقال العلم قال ذاك لنفسه وهذا للمسلمين كونه صلى رقعات بالليل دا ليه نفسه لكن كونه يدعلم وانشر العلم دا نفع عائد علمه على عامة الناس على المسلمين بل وعلى غيرهم ولذلك دا أفضل إنسان جماعة يحرص كل الحرص على طلب العلم ما تضيع وقتك ساي تضيع وقتك في لعب يعني أشياء ما فيها فايدة ناس تلقاهم بتاين كشتين وواحدين بتاين ضمن وواحدين شاهلين الموبايلات يشخط فيه ويلعب فيه كلام فاضي ساي وشباب يضيعوا في زمنهم وواحدين بتاعة العكاس ديك في الدكاكين يقول لي أرضو عاجات فاضية ساي ما فيها فايدة تتحافظ على وقتك وواحدين يسمعوا في الغنى وواحدين بجاية تلقاهم برضو يشجعوا هلالوا من ريخ كلام فاضي ساي برشلونة وريال مدريد ونساوين برضو ثلاثة ساعات في جبنة يقرطعوا سريعوا جهوا الموضوع البعض وحاجات كثيرة يضيعوا فيها الوقت التحافظ على الوقت ما تضيع زمنك زي والله الذي رفع السماء الإنسان بعد الموت يندم على كل لحظة مرت في معصية الله بل على ما ضيعه من الوقت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى لكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال في مستدرك الإمام الحاكم وفي صيح الجامع اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اغتنم الحياة واللحظات دمشيتي اشتغلت في السوق من الصباح ليل عصر بعد العصر بدأت تضيع زمنك تعالي استحمى وطوالي جهزت تمام صليت في المسجد كويس جدا تجي البيت طوالي تمسك القرآن تراجع بعد الصبح تقرأ قرآن تحفظ بالليل تقرأ الدروس العلمية تستفيد منها تجيب الكتب النافعة ككتاب التوحيد وكغيرها من الكتب وتشوف لحادثة صحيحة تحفظها ولحادثة ضعيفة تتعارف ضعفة أو تعارف إنها ضعيفة وأقوى العلماء تقرأ الكتب النافعة وتستفيد منها كتاب الأصول الثلاثة القواعد الأربعة بلوغ المرام غير من الكتب التي تستفيد منها الواسطية وكتاب الفرق الناجل للمام أحمد النجم والأجوبة المفيدة للشيخ الفوزان وتعارف كتب المنهج وشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث للشيخ ربيع الشرح هذا للشيخ ربيع أصلاً كتاب للصابوني الكبير السلفي وهاكذا تتعلم العلم النافع تستفيد منه بعد ذلك تبلغ للناس أي معلومة عرفة طوال يتبلغ للناس زي الأربعين نوضية هفصة لحديث ولو حفصت حديثاً واحداً بشرحه وعرفت هذا حديث صحيح ولا ضعيف تعرفوا وتحقيقات الآن الشيخ الألباني موجودة نزل يا أخي الموبايلات واحد تلقاه منزل ملف كامل بس ولم خسروا في موبايله كتب الشيخ الألباني أي حديث بس اكتب طرف الحديث يجيبوا لك بنصه ويجيبوا لك الألباني تحت كاتب صحيح ولا ضعيف عايات مفيدة جداً في الكتب دي وفي الموبايلات نزلوها تستفيد منها طيب الزولة جماعة لما نطلب العلم بالتصف في الصفات أعظم هذه الصفات الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأنا ماذا أرطول الكلام العلم دا تتعلم ما عشان يقول فلان مؤصل ولا تتعلم عشان دنيا وإنما ولا عشان يشير لك بل بنان فلان مدعلم فلان الزولة المسائل دي ضابطة والزولة كذا لا 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 وأي شبها برد عليها والزولة خطير دا كل في النهاب انتهي بل بيبقى عليك وبال يوم القيامة إذا يتما أخلص صلى الله سبحانه وتعالى يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة كما في صيح مسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة فذكر أولهم قال رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها فيقول ماذا عملت بها أو فيها فيقول تعلمت لأجلك العلم وعلمته وقرأت لأجلك القرآن قرأت القرآن أي لله سبحانه وتعالى لأجلك فيقول الله كذبت وإنما تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم وقد قيل وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار زولد علم وساهر وحفظ وضبط وعلم نظيف لكن في النهاية ما أخلص لله يدخلوا النار قبل البشر والخمر وقبل البقع في الفواحج وقبل البكتل وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن ومن العمل بالعلم أن تخلص لله لأن العلم ده بدعوك للإخلاص تتعلم وتخلص لله سبحانه وتعالى بعد ذاك ذكر الرجل الذي ينفق الرجل الثاني الذي ينفق ليقال كريم جواد وبعدين في النهاية وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والتالت رجل قاتل ليقال جريء وشجاع وقد قيل يؤمر به فيسحب على وجهه في النار ثلاثة ذيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة نحن ما فصلنا في ذيلك ذكرنا الذي يطلب العلم لأن هذا موضع الكلام عن الإخلاص في طلب العلم دي النقطة الأول أخلص لله ما تدعب تساهر وتحفظ وتراجع وتضبط والتمام أخلص أخلص لله والبشر ذيل ما عندهم شيء دي شايفون ديل شكروك نبزوك ما بعمل لك شيء ومن السيد دعوة دي خد تافي رقبتك مدعا اللي دا ولا ليدا الدين دا شيل ويتبراك كذي أبقى قوي وأنشر يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا والله سبحانه وتعالى قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ولذلك تتخلص لله أخلص لله سبحانه وتعالى إنه الله يرضى عليك واكتب لك الأجر والثواب العظيم من عنده سبحانه وتعالى الصفة التانية يا جماعة طالب العلم يتواضع زولة بيطلب العلم زول متواضع ما متكبر لأنه المتكبر ذا ما بيتعلم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا شكير رب العز والجلال مدح أقواما فقال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون مدح ديل وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يتكون متواضع تعود نفسك جاك الحق تقبل طوالي وضد التواضع الكبر والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط شنو الناس ما تحقر الناس كان بيقيت دكتور كان بيقيت حافظ الكتب الستة والمراجع والكتب العلمية وغيرها ما تتكبر على الناس يتواضع كن منكسر ترجمة نانسي قنقر